دلوقتي سريعا هنروح لشرم الشيخ عشان نتابع آخر الاستعدادات واللمسات النهائية قبل انطلاق مؤتمر المناخ خلاص بعد بكرة يوم الحد طبعا معنا من هناك زمالنا كريم بيبرس المرسل صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا كريم وآخر الاستعدادات عندك صباح الخير يا شازلي وصباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر خليني يا شازلي دلوقتي يعني أنقلك صورة عامة عن اللمسات الأخيرة هنا في مدينة شرم الشيخ لاستقبال كوب 27 مؤتمر المناخ المؤتمر ده الحقيقة مش بس الاستعدادات ليه كانت على أكمل وجه لكن كمان الحضور والوفود اللي هيكونوا موجودين هي موجودة من معظم دول العالم بنتكلم عن أكتر من 180 دولة هتكون مشاركة في أكتر من 60 وفد رسمي وأكتر من 40 رئيس دولة أكد بالفعل الحضور لمؤتمر المناخ اللي خلاص هيبتدي بعد يومين الحقيقة أنه الاستعدادات دي بدأت من ثلاث شهور ولكن لو جينا تكلمنا على اللمسات الأخيرة فخليني أقولك من بداية الوصول لمطار شرم الشيخ الدولي الحقيقة أول ما بتوصل بتلاقي المتطوعين الشباب اللي موجودين اللي بيشتغلوا علشان يوجهوا الناس ويوجهوا الوفود سواء كانوا مصريين أو أجانب في كوب 27 موجودين داخل المطار يعني اليفطات الإرشادية موجودة في كل حتة بيوجهوا الناس في البداية أنهم يعملوا لهم سكان للبطاقة بتاعتهم أو لبطاقة التعريف الشخصية أو الباسبور لو كان أجنبي عشان يحصروا الأعداد اللي هتكون موجودة في المؤتمر في مدينة شرم الشيخ دي في البداية بعد كده بيوجهوهم أول ما بيخرجوا من مطار شرم الشيخ الدولي بيلاقوا الأوتوبيسات اللي موجودة الأوتوبيسات دي طبعا في ظل الخطة كبيرة لتحول مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء أكيد الأوتوبيسات دي صديقة للبيئة الأوتوبيسات دي بتعمل إما بالغاز الطبيعي أو بالكهرباء موجودة عشان نقل الوفود اللي هتبقى موجودة فيه المؤتمر إما لأماكن التسكين والفنادق أو حتى لمركز المؤتمرات البلو زون أو المنطقة الزرقاء علشان يبتدوا عملهم أو يبتدوا تجهيز لعملهم في مؤتمر المناخ طبعا الانتقالات الخاصة بمؤتمر المناخ كلها بالكامل مجانا داخل مدينة شرم الشيخ مش بتقتصر فقط على الخروج من المطار والوصول لأماكن التسكين ولكن أيضا كمان أول ما بيوصلوا يسكنوا نفسهم ويبتدوا عايزين يتحركوا من الأماكن المختلفة اللي هتعقد فيها الورش سواء في المنطقة الزرقاء ولا هتعقد فيها الورش الرئيسية أو المنطقة القدراء اللي هيكون موجود فيها الرواد الأعمال والشركات والابتكارات كمان تقدروا يتنقلوا بالأوتوبيسات دي وكمان العربيات الشغالة بالغاز الطبيعي والكهرباء إذن هو تحول منظومة كاملة تكون صديقة للبيئة داخل مدينة شرم الشيخ مش بس جدا كمان يمكن رصدنا على الأيام اللي فاتت كمان المستشفى الميداني اللي موجود بجانب قاعة المؤتمرات طبعا ده هيكون موجودة على أتم استعداد لاستقبل أي طوارق طبعا بعد الشر ممكن تحصل داخل المؤتمر خليني كمان أنقلك بقى الصورة من داخل قاعة المؤتمرات الصورة من داخل قاعة المؤتمرات خلاص تم التقسيم والتجهيز داخل القاعة له الورش اللي هتكون موجودة إما الورش الرئيسة الخاصة بالمؤتمر أو حتى الورش الجانبية أو اللي على هامش المؤتمر خلاص جهزة كل القاعات دي تم تقسمها لاستقبال الورش والوفود اللي هتكون موجودة كمان الجزء الخاص بالجرين زون أو المنطقة الخضراء خارج البلوزون دي كمان جهزة خلاص لاستقبال الشركات اللي جاهزوا خلاص أفكارهم والشباب اللي موجودين كمان عشان يعرضوا أفكارهم وابتكاراتهم المختلفة طبعا دي على صانعي القرار بشكل عام إن هم يعرضوا أفكارهم وكمان علشان إن هم يقدروا يسهموا في التطبيق الفعلي للأفكار دي على أرض الواقع ليه بنقول كده لإنه السمة الرئيسية للمؤتمر كوب 27 السنية دي في مصر هي فكرة التطبيق كان في الاتفاقيات المختلفة سواء كانت في باريس أو كانت قبل كده في جلاسكو الفكرة كلها كانت اتفاقيات ما بين الدول للوصول لحل للحد من الانبعاثات الكربونية لكن الهدف الرئيسي المرادي من كوب 27 برئاسة مصرية الحقيقة فكرة التطبيق الفعلي على أرض الواقع ومصر ليها طبعا دور هام جدا في التطبيق الفعلي دي سواء كان إما بالمبادرات المختلفة أو حتى اللي ناس هتشوفوا بنفسها في شرم الشيخ هو التطبيق الفعلي اللي كنا لسه بنتكلم عنه كمان خلينا أتكلمكم بقى على فكرة الوفود اللي بتدت فعلا الوفود ابتدت خلاص توصل بأعداد كبيرة للمؤتمر والمدينة شرم الشيخ بشكل عام كمان مهم جدا عشان تقدر تكون داخل المؤتمر وتكون تقدر تغطي المؤتمر أو حتى تحضر الفعاليات بتاعته لازم نطلع التصريح الخاص بالمؤتمر حتى تصريح الخاص بالمؤتمر بتم التيسير بطريقة سهلة جدا بمجرد الوصول للمطار العربية بتنقلك لحد أماكن التصريح بمجرد وجود الموافقة اللي خلاص من الأمم المتحدة بتتحرك على المكان المخصص في قاعة المؤتمرات بجانب قاعة واحد وتقدر تروح لحد هناك بالبطاقة الشخصية أو الباسبور والموافقة وطلب الموافقة اللي خدته من الأمم المتحدة وفي مدة ما يقرب من دقيقتين أو ثلاث دايق بالكتير بتكون قدرة تطلع التصريح الخاص بالأمم المتحدة وده عشان تقدر تتحرك فيه سويا داخل المنطقة الزرقاء أو المنطقة القدرية وده طبعا عشان التسهيل على الوفود المشاركة وكمان الجهات الإعلامية المختلفة عشان تقدر تغطي الأحداث بشكل عام خليني كمان أتكلم على نقطة هامة جدا وهي أنا كنت موجود والتلفزيون صباح الخير في مصر طبعا كان موجود بقاله فترة هنا في شرم الشيخ ولكن النقلة اللي حصلت ما بين شهر تقريبا ودلوقتي فيه التوسعات الخاصة بالطرق والممشا السياحي الجديد والميادين الجديدة بالفعل انتهت تقريبا بنسبة 100% خلاص تم توسع الطرق وتحويلات مرورية كتير جدا جدا عشان نسهل على الوفود الوصول لأماكن عقد المؤتمر زي ما قلنا سواء الأماكن الرئيسية أو الأماكن الجانبية الحقيقة أنه نقلة نوعية حصلت وتحول أخضر لمدينة شرم الشيخ فعلا الزراعات المختلفة والنخيل موجود على طول شوارع مدينة شرم الشيخ وخصوصا طريق السلام اللي هو على طريبا مسافة 6 كيلو ممشا سياحي جديد تغير تماما شكل مدينة شرم الشيخ وكمان الزراع اللي موجودة في كل حتة فعلا تحولت لمدينة خضراء عايز أقول لك كمان يا شازلي أنه المختلف كاب 27 المرة دي هي مشاركة الشباب فيه بالفعل لحد النهاردة موجود اللي هو كوي 17 وهو مؤتمر المناخ الخاص بالشباب وده كمان هيخرج بيه توصياته التوصيات دي من المهم أن هي توصل لصناع القرار في كاب 27 عشان محاولة أنه يكون توافق وتقارب ما بين رؤى الشباب وكمان صناع القرار لتطبيق فعلي دي أليات الحد من المبيعاتات الكربونية والحد من طبعا الاحتماس الحراري اللي هو بيأثر بشكل كبير جدا مش على مصر وسع على العالم كله طبعا بشكرك يا كريم كل شكر لك على كل هذه التفاصيل وزي ما ذكرت وزي ما احنا شفنا على مدار شهر أو أكتر كمان من شهر احنا موجودين هناك وبنتابع لحظة بلحظة كل أعمال التطوير اللي بتتم فيه شرم الشيخ لاستقبال هذا الحدث المهم كل يوم كنا بنتكلم عن مشروع مختلف عن اليوم اللي قبله لحد ما خلاص بالفعل انتهينا بالفعل امبارح سيادة المحافظة اعلن امبارح نتم الانتهاء من كافة المشروعات واحنا دلوقتي مستعدين تماما لاستقبال هذه القمة ليحضر عدد كبير جدا من ضيوف مصر اللي هيكونوا موجودين بالفعل بدأوا التوافد على مطار شرم الشيخ وبدأت بالفعل الوفود تصل وشوفنا التسهيلات والتيسيرات المقدمة منذ دخول المطار وتابعنا طبعا من خلال كريم منذ دخول المطار او الوصول للمطار حتى اماكن التسكين وبعد كده الوصول والانتقال من اماكن التسكين الى اماكن عقد هذه او هذا المؤتمر ازاي هاتم ازاي يكون فيه اوتوبيسات اوتوبيسات صديقة للبيئة تروج لمجهود مصر خلال الفترة الماضية ازاي هتنقل كمان ضيوف مصر الى اماكن عقد هذا المؤتمر وهيتم عمل هذه اوتوبيسات خلال هذه الفترة بالمجان بالاضافة لكتير من المشروعات اللي ذكرناها وذكرها كريم يمكن خلال هذه المداخلة بنشكرك طبعا كريم بيبرس المرسل السبع الخير يا مصر من شرم الشيخ شكرا جزيلا لك